ونروح لأفريقيا طبعا سريعا كده نتائج مباريات العودة في دوري أبطال أفريقيا دور الـ 32 نفكركم كده بيه بسرعة مازنبي وفايبرز الأوغندي 2-4 لفايبرز الأهلي بيفوز على الاتحاد المنستيري 3-0 الترجع على بلاتيو يونيتد الناجيري 1-0 أهلي ترابلس على المريخ السوداني 3-1 الرجاء على نيجليك بطل النيجر 1-0 شبيبة القبال وأسكو ديكارة تجولي 1-1 بيترو أتليتكو الأنجولي يفوز على كيب تاون جنوب الرفيطة 1-0 ساندونز على لبساج السيشيلي 8-1 الزمالك على فلامبو البورندي 5-1 شباب بلوزداد على ديجوليبة المالي 2-0 سيمبا التنزاني على أول أغسل نجولي 1-0 هوريا الغيني يتعادل مع أسك ميموزا الإبواري 1-1 الهلال السوداني يفوز على ينجا أفريكانز 1-0 القطن الكاميروني على رويا اليوبارز السواتيني 2-1 الوداد المغربي يفوز على ريفرز يونيتد الناجيري 6-0 أما فيتا كلوب وراي الكلوب البوركيني لسه إن شاء الله هتطلعها بيوم 20 سريعا كده تصنيف فرق دول المجموعات بعد انتهاء هذا الأمر التصنيف يهمنا في إيه؟ يهمنا في إنه الأهلي في التصنيف أول والزمالك في تصنيف تاني طبعا كنا نتمنى الزمالك يبقى مع الأهلي تصنيف أول ليه؟ عشان ما يبقاش في إمكانيتهم هما يقعوا في مجموعة واحدة ويقعوا في مجموعة واحدة ميزة وعيب ميزة إن الاتنين يشتغلوا على أول وتاني العيب بقى إنه واحد يخرج التاني هذا هو العيب يعني فالتصنيف الأول الأهلي والترجة التنسي والرجاء والوداد ده التصنيف أول هما أربع تصنيفات طبعا تصنيف التاني سانداونز جنوب إفريقي الزمالك بيترو أتليتكو الأنجوري هوريا كوناكري ألغيني التصنيف التالت سينبا التنزاني شباب بولوزداد الجزائري شبيبة القبائل الجزائري الهلال السوداني التصنيف الرابع القطن الكاميروني المريخ السوداني فيبرز ألوغاندي فيتا كلوب كونغولي أو رايل كلوب البوركيني ده معناه إيه عشان تبقوا عارفين وانتوا الصورة قدام كوليسة زي ما هي هي لما بيجوا يعملوا أرعة بياخدوا فريق من التصنيف الأول وبعدين فريق من التاني وفريق من التالت وفريق من الرابع بتبقى كده مجموعة فمعنى كده إن ممكن جدا اللي بيسحب الأرعة يسحب الأهلي من التصنيف الأول ويسحب الزمالك من التصنيف التاني بقى كده في مجموعة واحدة لكن يا رب ما يحصلش بإذن الله إن شاء الله ويبقوا بعاد عن بعض عشان نيلتقي في النهائي بمشيئة الرحمن القرع بتاع دور المجموعات هتبقى في القاهرة هنا ان شاء الله في شهر ديسمبر القرع في شهر ديسمبر بمشيئة الرحمن طيب اخر حاجة فيما يتعلق بافريقيا خلاص الحمد لله انه بيرامتز عدة وفيوتشار عدة عنده لسه بقى دور التمهيد التاني اقول لكم المتشات بتاعتهم امتى ان شاء الله في هذه البطولة في دور الاثنين وثلاثين نجليك بطل النيجر مع بيرامتز كل المتشات 2 نوفمبر بالمناسبة نجليك بطل النيجر مع بيرامتز والقرع ان شاء الله يوم 11 نوفمبر ده بالنسبة لدور الابطال اول اغسطس الانجولي مع فيوتشار الاتحاد المنستيلي مع نهضة بركان لجليبة المالي مع الجيش العراقي كارا التوغولي مع السفاقسي يانجا افريكنس التنزاني مع الافريقي كيبتاون جنوب افريقيا مع اتحاد العاصمة بلاتي يونايتد نيجيريا مع الاخضر الليبي ريفرز يونايتد نيجيريا مع النصر الليبي ريولي بارزل سواتيني مع ريال بيماكو اسك ميموزا الافواري مع جاجنوا الافواري فلانبو البروندي مع متيما بنبي الكنغولي بيتا كلوب او رايل كلوب مع سانتلي بوفو الكنغولي مزينبي مع رويل الجنوب الافريقي اهل ترابلس الليبي مع تشاشوما الجنوب الافريقي لابساج السيشيلي مع ديابال نوار الكنغولي ترجمة نانسي قنقر